طيب قبل بس ما ادخل في مطش النهاردة عشان عندنا كلام كتير يتقال على المطش الاخير والحمد لله الجابون وانجولا خدمونا خدمة العمر هتكلم في ده كله بس خلينا اقول لحضراتكم الخبر عن فرقتنا وبما ان احنا نتكلم على ايام وليلة جدا وندتدي ان شاء الله بقى مشوارنا في بطول الدولي ابطال افريقيا هنواجه بطل النيجر الحرس الوطني يوم السبت اللي جاي والفرقة ان شاء الله المباراة تكون يوم 16 الفرقة تسافر 14 باذن الله تتمرن يوم ما كانت تلعب المباراة والنهاردة الحقيقة يمكن كان فيه تمرين الصبح وبعد التمرين مستر بيتش ومسيباني قد الفرقة راحة 24 ساعة يرجعوا يتمرنوا ان شاء الله الاربع قبل ما يجهزوا بقى لرحلة سفرهم كل التوفيلة ابطالنا ان شاء الله باذن الله وباذن الله زي ما كانت وشها حلوة النيجر علينا في مشوار البطولة الاخيرة صحيح المطش او المواجهة اللي فاتت النسخة الاخيرة كانت مع سوني دي ببطل النيجر لكن ان شاء الله النيجر تكون وشها حلوة علينا تاني الملعب بس هو الواحد دي يمكن شها الهمه شوفنا الملعب احراش افريقيا يعني ملعب ملوش اي علاقة ملعب كرة القدم نتمنى ان شاء الله زي المباراة الاولى ما كانتش عقبة يبقى المباراة اللي جاية ان شاء الله باذن الله نتجيتها في صالح فرقاتنا طيب النهاردة طبعا مباراة تختلف جملة وتفصيلا عن مباراة الزهاب اللي تلعبت في برج العرب بكلم طبعا على مطش ومصر وليبيا